أهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة كان فيه أحداث مهمة جدا وكل الأحداث متعلقة بالكرة الإفريقية إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي الحمد لله يمكن برنامج التريند وقناة الآلي تحديدا دايما عندها كل الأخبار وكل المعلومات والجديد في الساحة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة وإحنا دايما معودين جمهورنا ما بيدورش على أي معلومة في أي مكان تاني دايما هنا الخدمة خمس نجوم كل المعلومات بتبقى عبر شاشة قناة الآلي الكل النهاردة صاحي بدري ومستني يسمع في المؤتمر الصحفي إيه الأخبار الخاصة بدور السوبر والمستجدات اللي هتحصل الفترة اللي جاي ولكن مش فاهمين أو مش عارفين إيه اللي حصل يمكن ما تمش إعلان أي تفاصيل خاصة بالبطولة كل الكلام اللي تقال من باترس موتسيب رئيس الكاف أو جياني إمفنتينو رئيس الفيفا الأمور بس متعلقة بالنواحي المالية ودراسة المشروع وإن المشروع ده هيكون مفيد للقرة الإفريقية في الفترة اللي جاي ويكون فيه تنمية لعدد من المشروعات أو عدد من الأمور الخاصة بالقرة النسائية في الفترة اللي جاي ولكن عشان نعيش الناس في الحدث هنعرض على الشاشة الأوراق والملف المتعلق بدور السوبر يمكن الإسبوع اللي فات كنت تكلمت في تفاصيل منه ومعربتش كل الأوراق الأوراق دي الحمد لله معنا من فترة واستعرضناها في حلقات كتيرة في الفترة السابقة يمكن على مدار ستة شهور كل فترة كده كنا بنقول معلومة للسادة المشاهدين إيه اللي هيحصل الفترة اللي جايه قدامكم على الشاشة ده جزء كده النهاردة من وقاء المؤتمر الصحفي اللي كان بيرحب فيها باتس متسبي بجياني إنفانتينو اللي هو المفروض يعني حسب ما متبع يعني صاحب الفكرة واللي عايز ينفذها في القرة الإفريقية بعد ما كان فيه صعوبات لتنفيذ هذه الفكرة في القرة الأوروبية في الفترة السابقة عموما هيبقى فيه يعني إشراف كبير من رجال الفيفا على السوبر ليك في الفترة اللي جاية قدامنا كمان باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي لشركة سيمبا لقرة القدم وبالتأكيد من إحدى برضو الشخصيات اللي هتكون عندها شغف واهتمام جدا بالمشاركة مشاركة نادي سيمبا في هذه البطولة بس سيمبا بقى مش هيكون مع الأهلي أو الفرق العربية في البطولة إنه خلاص هيكون التوزيع الجغرافي زي ما شرحنا قبل كده وسيمبا بالتأكيد تنزانيا هيكون بنسبة كبيرة جدا في المجموعة المتعلقة بوسط وشارق إفريقيا في الفترة اللي جالي هنا هيبقى فيه توزيع جغرافي للزون والمناطق الجغرافية في الفترة اللي جاية طيب نبدأ مع بعض ونستعرض المعلومات اللي الناس النهاردة كلها كانت مستنية تسمحها في المؤتمر الصحفي ومحدش قدر يوصل لكل التفاصيل المتعلقة بهذا المؤتمر أول حاجة هستعرضها معاكم وهو القرار المتعلق بإطلاق دور السوبر الإفريقيا قدامكم على الشاشة ده هنا تفاصيل متعلقة والفائز للاتحاد الإفريقي في 3 يوليو 20-22 اتخذ قرار باعتماد مقترح دور السوبر وعرضه على الجماعة العمومية في أغسطس 20-22 اللي هو كان النهاردة طيب انطلاق دور السوبر يوم أو في شهر أغسطس 20-23 بمجموع جوائز 100 مليون دولار والفائز يحصل على 11 مليون و 600 ألف دولار طيب كل اتحاد في القرى الإفريقية وعددهم 54 اتحاد كل اتحاد هياخد مليون دولار كدعم وإعانة مادية بسبب هذه البطولة طيب فيه كمان 50 مليون دولار هيتم تخصصهم لتنمية القرى الإفريقية والصرف على مسابقات الكرى النسائية سواء مسابقات الأندية أو حتى مسابقات المنتخبات في الفترة اللي جاية إذن ده هنا بداية تمهيدية البطولة هتبدأ إمتى تم اعتماد القرار بتاع البطولة إمتى مجموع الجوائز كام البطل هياخد كام وده رقم رسمي قدامكم على الشاشة 11 مليون و 600 ألف دولار طيب دي أول نقطة أو أول ورقة نروح لي الجزء الثاني أو الورقة الثانية من الملف بنتكلم على الشكل التنظيمي أو الهيكل لدول السوبر الإفريقية هيتلعب إزاي عدد الأندية الفورمات الخاصة بالبلطولة ديت 24 نادي الحد الأقصى لمشاركة كل نادي من دولة واحدة لا يزيد عن 3 أندية عدد الأندية اللي هتكون موجودة في كل مجموعة لا تزيد عن 8 أندية عدد الدول أو عدد احنا قلنا عدد الأندية اللي هتشارك من كل دولة لا يزيد عن 3 أندية ولكن عدد الدول اللي هتشارك في البطولة أو في المجموعة لا تقل في كل مجموعة عن 4 دول يعني الحد الأدنى لتواجد الدول في كل مجموعة أقل حاجة 4 دول ممكن بقى يبقوا 4، 5، 6 ما عندناش مشاكل لكن ما يقولوش عن 4 دول وفي نفس الوقت أي دولة هتشارك أنديتها في المجموعة ما تزيدش عدد الأندية عن 3 يعني مثال المغرب حالياً في التصنيف في الرجاء والوداد ونهضة بركان هما الأعلى فبالتالي ما فيش نادي رابع مغربي يخش في نفس المجموعة أقصى حاجة 3 طيب البطولة هتتلاب على مدار 10 شهور من شهر 8 لشهر 5 بإجمالي 197 مباراة ماكسيمم أقصى عدد مباريات للفريق اللي هيوصل مباراة نهائية 21 مباراة وده معناه أن نهاية دور السوبر هتكون مباراة واحدة مش لقاء زهاب وعودة هتبقى مباراة واحدة وده الأزمة اللي احنا عشناها في دور أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة لكن الكاف عدل وخلى دور الأبطال النسخة اللي جاي الأخيرة زهاب وعودة لكن هيرجع بعد كده لدور السوبر هيبقى النهائي مباراة واحدة عدد الدول اللي هتشارك فيه 3 مجموعات لا يزيد بحد أقصى عن 16 دولة بمعنى صح عندنا 3 مجموعات لو كل مجموعة هيشارك فيها من 5 لأربع دول فاحنا بنتكلم كده مثلا في حوالي 16 دولة أو 14 دولة لكن الحد الأدنى في المجموعات الثلاثة من 12 والحد الأقصى 16 دولة العدد المتابعين أو المهتمين بدور السوبر قاقيمة تقديرية لن يقل عن 250 مليون متابع أو 250 مليون مشاهد في الفترة اللي جاي طيب نروح بقى للفرمات المتعلق بدور السوبر الإفريقي إيه اللي هيحصل وضمكوا على الشاشة دلوقتي هيتعرض فرمات دوري السوبر الإفريقي 24 نادي هيتقسموا على 3 مجموعات مجموعة شمال إفريقيا 8 أندية وشمال إفريقي هنا أنا بتكلم على مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب 5 دول بس في شمال إفريقيا السودان هتبقى شرق إفريقيا موريتانيا غرب إفريقيا فبالتالي شمال إفريقيا خمس دول المجموعة الأولى دي مجموعة شمال إفريقيا المجموعة الثانية اللي جنبها دي مجموعة وسط وجنوب إفريقيا المجموعة الثالثة هتبقى شرق وغرب إفريقيا هيتم التوزيع للنطاق الجغرافي على حسب الكاف ما يوزعه ازاي بس هيبقى بنفس الشكل ده في 3 مجموعات قلتلكوا 4 دول كحد أدنى و3 أندية من كل دولة كحد أقصى طيب نظام التأهل ازاي خمس أندية من كل مجموعة هيبقوا 15 نادي أفضل سادس هيكمل عدد الفرق يبقى 16 نادي ويبدأ دور الستاشر طب دور المجموعات احنا بنتكلم كل مجموعة فيها 8 أندية هيلعبوا وبعض بنظام الزهاب والقياب يعني كل فريق هيلعب 14 مباراة 7 على أرضه و7 خارج أرضه نفترض شمال إفريقيا فيها مثلا الرجاء الوداد نهضة بركان والأهل والزمالك والترجي هيبقى فيه فريق جزائري والكاف للحق أنه يختار فريق ثامن في كل مجموعة عنده كارت زهبي يختار الفريق الثامن فبالتالي شمال إفريقيا قلنا 3 أندام المغرب 2 من مصر وكمان بنتكلم على فريق جزائري والترجي التونسي أعلى خمسة في النقاط هيتأهل دور الستاشر وأفضل سادس في المجموعات التلاتة هيتأهل دور الستاشر ويبقى دور الستاشر دور الستاشر بنظام النقق أود خروج المجلوب بس هيتلاعب زهاب وإياب حتى مباراة نصف النهائي والنهائي مباراة واحدة طيب فيه مفاجأة هعلنها لكل السادة المشاهدين بخصوص دور السوبر الناس فاكرة بعد ما تخلص دور المجموعات هتبقى قرعة مفتوحة والشمال ممكن يواجه الجنوب والغرب مع الوسط وتبقى القرعة مفتوحة لا بالعكس انت بعد ما تخلص مجموعة شمال إفريقيا وساعد منها مثلا نفترض ستة أندية الستة أندية فيه منهم أربعة هيواجهوا بعض في دور الستاشر يعني مش هروح ألعبها مع الغرب والجنوب لا قدامك على الورقة هو زي ما انت شايف ألوانات المجموعة A مع الB مع السي كل مجموعة لون مختلف لما تنزل تحت الستيج A أو الستيج 2 اللي هو الجولة التانية دور الستاشر هتلاقي أن أول مباراة في دور الستاشر فيه أربع فرق من كل مجموعة بيلعون مع بعض من تاني فبالتالي هيبقى فيه مواجهات متكررة في دور الستاشر الدور ده فيه نظام الصعود والهبوط آخر فريق في كل مجموعة اللي بيحتل المركز التامن هينزل يلعب في كأس الكنفدرالية لكن السابع والسادس بيستمر ليه السنة اللي جاي طب مين هيصعد مكانهم؟ هيصعد مكانهم اللي هيشاركوا في كأس الكنفدرالية بس لسه عشرحها في الورق اللي جاي طب نروح بقى للبطولة التانية دوري أبطال إفريقيا اللي هيتغير اسمها ويبقى اسمها كأس أبطال إفريقيا قدامكم على الشاشة دي كأس أبطال إفريقيا اللي 24 نادي اللي هيشاركوا في دوري السوبر مش هيلعبوا في كأس أبطال إفريقيا لا التالي في الترتيب في الدوري المحلي هو اللي هيلعب في كأس أبطال إفريقيا أي أن كان بقى ساعتها هيبقى 3 رابع 5 حسب ما هيخضوا من كل دولة كام نادي اللي هيبقى بعد يوم على طول هو اللي هيلعب في كأس أبطال إفريقيا وهتتلغي دوري المجموعات ويبقى البطولة من دوري 64 للمباراة النهائية بنظام النقاوت خروج المغلوب مباشرة نروح بقى للمسابقة اللي هتبقى مفاجأة للجميع كأس الكنفيدرالية اللي هتبقى رقم 2 في البطولات بعد دوري السوبر الإفريقي لأن كأس الكنفيدرالية هو لا يبقى مؤهل لدوري السوبر الإفريقي نفس النظام 24 نادي 3 يعني مناطق جغرافية ولكن كل منطقة جغرافية هتتقسم لمجموعتين يعني في دوري السوبر فيه 3 مجموعات ولكن في كأس الكنفيدرالية فيه 6 مجموعات مجموعتين شمال إفريقيا مجموعتين وسط وغرب إفريقيا مجموعتين لشر وجنوب إفريقيا وبنفس نظام التأهل بعد ما يخلصوا مطشطهم يسعدوا لدوري الستاشر والتمانية وقبل النهائي ثم المباراة النهائية طيب الأجندة الخاصة بمسابقات الأندية الإفريقية 2023-2024 قدامكم اعتبع على الشاشة شكل الأجندة وعدد المباريات لكل مسابقة الفترة اللي جاي ده المنحنى المتعلق بالأجندة الخاصة بالبطولات الإفريقية احنا كل اللي يهمنا لما نيجي عند الأفريكا فوتبول ليج دوري السوبر الإفريقي 21 مباراة الكاف شامبونيز ليج دوري أبطال إفريقيا هيبقى ست مباريات هتلعبهم من أول إلى 64 لغاية المباراة النهائية وهتطلق معادل راحات والمباراة الدولية الخاصة كمان بالمنتخبات في الفترة اللي جاي طيب نروح بقى كمان للجواز المالية الجواز المالية الناس كلها بتتكلم على الجواز المالية ومدى القيمة المالية هيتم يعني المرحلة البيانة هيتصعد ازاي في السنوات اللي جاي احنا بنتكلم مثلا في 52 ناديا هيستفيد من هذا النظام في السنوات اللي جاي بإجمال 197 مطش هيبقى فيه راوند للمطشات 233 مجموعة الجواز 100 مليون دولار الحد الأدنى من الجواز للاتحادات بنتكلم من 13.5 ل54 مليون لأن المليون دولار مش هيتوزع بالتساوي لكل الاتحادات وفيه 50 مليون دولار رايحة للتطوير وتنمية القرى النسائية في الفترة اللي جاية وبيديك هنا منحنة البطولة لما تبدأ في 2023 وتوصل إلى 2024 قيمة الجواز وعدد المباراة ممكن يبقى قيمته كان في الفترة اللي جاية طيب نروح كمان بقى للمقارنة ما بين مصابقات إفريقيا مع مصابقات الأمريكا الجنوبية والويفا والاتحاد الأوروبي وأيضا كمان الاتحاد الأسياء وخدوا بالكو هنا وبيقولوا إيه بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا البطل بياخد 2.5 مليون دولار تمام؟ مجموعة الجواز احنا بنتكلم في 12.5 مليون دولار لما تلعب دور السوبر البطل هياخد 11.6 مليون شوفوا الفرقة دي بنتكلم في حوالي 9 مليون زيادة ومجموعة الجواز 100 مليون بس قرنه ده بالجواز البطولات التانية يعني في أمريكا الجنوبية الفايز بالبطولة بياخد 15 مليون تخيلوا لما الأهل يبالعب كاس عالم أندية بيبقى فايز بالبطولة واخد 2.5 ولما بيواجه بطل أمريكا الجنوبية البطل ده واخد 11 أو 15 مليون دولار شفتوا الفرق أفريقي هتبقى 11.600 البطل دوري أبطال أوروبا بياخد 19.600 دوري الأوروبي اللي هو اليوروباليج والدوري أبطال أوروبا البطل بياخد 68 مليون دولار لكن دوري الأبطال أو كاس دوري السوبر هيبقى 11.600.000 فبيحاول قدر إمكاني يقرب بس من جوائز البطلات الدولية الخاصة بالقرات الأخرى ده كان مثال حي لملف دوري السوبر الأندية اللي هتشارك الحد الأدنى أي حد هتشارك ياخد 2.5 مليون دولار البطل 11.600 فيه 3.5 مليون دولار هيتصرفه على 24 نادي عشان الانتقالات الداخلية أو السفر خلال الفترة اللي جاية في البطلات القرية وبالتالي مفيش نادي هيخسر جنيه من مشاركته في هذه البطولة ولكن الأزمة هتكون فيه المشاكل الفنية بسبب ضغط المطشوط 34 مباراة محلية في مصر 21 مباراة دوري السوبر فمنتكلم في 55 مباراة ده لسه ما فيش كاس مصر ولا سوبر محلي ولا سوبر إفريقي ولا كأس الربطة ما يقرب من 60-70 مطش بالنسبة لي أندية شمال إفريقيا ده أمر يخص برنامج التريند الأمور دي ما تعرضتش قبل كده في أي مكان ودي خدمة خمس نجون لكل جماهير النادي الأهلي في كل مجان والأهلي بالتأكيد مشارك في دور السوبر لأنه رقم واحد ويالي بالتأكيد بقى بقى الفرق العربية خلال الفترة اللي جاي أخرو إلى فصل وبعد الفصل نرجع ونبدأ بقى نشوف استعدادات الأهلي لمباراة المصري خاصة أن الفرق هيعمل محاضرة خلاص بعد قليل والتحرك لستاد برج العرب